مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي كيف يملك المركز و كيف يسميه ارتشي ارتشي رايي الشركة من الشركات المهم كيف يتباع مركز و كيف يتباع رخيص ثمان بتربية الايراني سأعطيكم هذا الكلور من المن يمكن ان استخدمه هو اول شيء معاقم مئة بالمئة يعني ممكن ان بحث بقنات دي دي الاشياء تلقوا فيهم واحد كحولة مثلا هنايا شوفوا لاحظوا معايا هنايا ممكن أنا نرش هاد القرور الخلط شوية ديال معهد شوية ديال الماء ماشي من لاب ما يكون يعني كله قرور وإنما هكا به هالطريقة الرشو ايج جوانب ممكن هكا واحد رشة كبيرة على على الالانب هكا 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 ماشي مشكل هذا من جهة يعني كان نعقمو به الكاش يعني ممكن أن نمسحو من بعد بوحد الشيتة هاد الاسلك يعني الرشو الرشو به ونمسحو هاد الاسلك هاد واكتري القاعدة يعني تلفوق مش مشكل يعني القاعدة يعني هاد الاسلك هاد رماء ما كتدرش راهم زيانة ولكن مع المدة كتتولي يعني عندها واحد اللون شبه ابيض منين تشوفوا اللون شبه ابيض يعني را ذاك الفضلات كتطيح ولكن يعني الفزق ديالهم يعني البول ديالهم عزكم الله كي يبقى في ديكل الاسلك انتو ما رشو عليه بواحد الرشة وحكو بالشيتة يعني هدا دور من من ادوار ديال القرور القرور عاود ممكن يستعملوه الناس اللي كيانين في العروبيات يعني يعني الناس اللي ما مدخنش الماء يعني ما عندهمش الماء في الروبيني كي يبدو المياه من 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 الابر يعني بئر كي يبدو منه الماء وكي شربوه منه هو ماء وكي شربوه منه الارانيب كون هم تأكدين ان هادك الماء يلا مشوهو تشربو منه الارانيب مشي غا يضرهم ولكن كيكون عندهم واحد البول ديالهم كي يقولي احمر مدمم يعني شحام وعد كي يقولي كانا عندي الارانيب ديالي في العروبية البول ديالهم احمر يعني ما الا اللون الاحمر وما كيفهمش علاش وما ماشي ماشي مراض ماشي مراض ولكن كي يقولك انا هم عايشين بهالطريقة ولكن كيلاحظ ان البول ديالهم مرة مرة كي يقولي احمر هادا السبب راجع المياه الجوفية مياه الجوفية ممكن اننا نديرو لها يعني في واحد البوليزة كبيرة ماذا يعني خمسة يطرو ممكن انديرو واحد الغلاقة نصف غلاقة مثلا قعري شوية ديالاش ديال الكلور يعني اسموه الكلور جافيل جافيل ممكن ديرو واحد معي يلقى معي يلقى في طرو معي يلقى في يعني اغلاقة في خمسة يطرو ولكمية اللي درتوها اراها اخدام اللي ماشي غي ما تكتروش ماشي ماشي غادي الواحد غادي يدير كاس مثلا في خمسة يطرو هذا من جهة يعني هذا تعقيم المياه وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال روميني ارا كتكون تهيئة داوية لاحظوا انكم اني كتشدو المياه ديالكم كتكبوها اول مرة كتلقوا واحد تشنشين هدك تشنشين اسموه هو اذا كراهو ما مداوينو يعني كين كلور ولكن كين مواد اخرى تشنشين اسموه تشنشين اسموه ديال جافيل ديروها معاه باش يحيد هدك هدك السموم اللي كتكون في الماء اضافة انه يعني الكلور المشي المخفف يعني الاتشي الناس كي معروفين كيقولوا ااتشي كيكون واحد الليتر كيتبع بسبعة درهم ونس هدك الناس اللي عندهم يعني هذي معلومة رافيت كيلينها وكان رددها ديما باش يعني يعني نعاون خوتي باش ميتاحوش في واحد الفخ ديال الجرب مني كيكون شو عندكم الجربة يعني اللي السر جربة مشي ديال الادون مشي تتصمغوا الادون لا جربة اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر يعني كتكون من يعني القنية ديالكم طاح لها الشعر من جهة الجبهة من جهة الانف من جهة الرجلين مني نشوفوا عندكم هاد الحالة هدي مباشرة ديروا النص كاس ديال زيت العود ونص كاس ديال القلور يعني قاد شي هي نفس الكيمية تشوفوا نصف الكيمية كما كانت نصف كاس ولا معلقة معلقة ولا اي حق المهم نفس الكيمية تخلطوهم مع بعض اياتهم يعطيكم واحد المحلول تشدوه القطنة ولا اللي كان اي صوف ولا اي حاجة وتمسحوه ومن احسن تكون قطنة وتمسحو به المناطق اللي مضربة بالجارب كنوا متأكدين الا ارا غادي تشكروني بزاب على هاد المعلومة هادي لان الناس يخافوا من الجارب ديال يعني تساقط الشعر نتفكروا معايا نفس الكيمية ديال عفوا ديال زيت العود زيت العود الخيصة ماشي الغالية ولا الحايدة ولا زيت العود عادية نفس الكيمية اللي كديروها كتخلطوها مع اي 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 اه وكتمسحو المناطق اللي مضربين بيها اللي مدد كلتية من هالرابع ان شاء الله كي يجيب الله تيسير ايدان الحلقة ديالنا سهلات كان نتادر على الصوت ديال النقاقية ديال الدجاج لان اوقيتهم هالي باش كي يوضعوا البيض يعني كي يبقوا يجيروا هاد الصوت هادا كي يجزروا البيض انها انها مهمة يعني الكلور راه مهم مهم عنده فوائد بالنسبة الالرانيب ايضا شكل يعمل يكون عندكم واحد لتر ديالما محطوط على الجن ديالما اما خدموه فالاخر في ذك الولادات. هما نقيوا به. نسحوا به ذاك الولادات. لانك تكون الانتة عادة ولدت. منين يدلزوا حلوقيتها. ذاك الشعر ديالها والدم مني كي يكون تماما. من لابد ما تغسلوها ذاك الجيها بالكلور. تهي هذه نقطة مهمة. يعني اي حاجة رها مهمة فيها الكلور. الكلور عشك يدير؟ كي يعقم. هو معاقي. يعني الامراض اللي ممكن انها تصيبكم من اما جراب اما يعني محويج ديال الجراتين. كلها ديما يكون عندكم واحد يقرؤ ديال الكلور. ممكن تخلطوهم على المبحل هكا بشير الشاشة ولا هكا. المهم انكم تبقوا تخدموه ديما ديما يكون عندكم كدواء. نعتبرو كدواء يكون عندكم مع الادوية. الكلور يكون عندكم مع الادوية. اذا الحلقة ديالنا هي ديك. شكرا لكم على التعاليق طيبة ديالكم. ما تنسوا زر جام. تقلوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة